اهلا بكم في النشرة الرياضية نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيلة سباق الثالث لهذا الموسم وذلك بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة حيث يقيم السباق على كأس لجنة المعتمدين بالنادي وكأس سافر للجياد العربية بمنطقة الرفة حيث اجتمل السباق على ثمانية اشواط هذا واتم تتويج الفرسان والملاك الفائزين حيث قدم حمد نعيمي مدير العلاقات العامة بالنادي كأس سافر إلى المضمر الفائز يوسف طاهر فيما قدم عضو لجنة المعتمدين محمد عبد الله كأس لجنة المعتمدين إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة حاصل على المركز الأول على كأس سافر للإنتاج مع تواجد حسن براشد لنعيمي مدير علاقات العامة والإعلام الخليفة واصل فريق المنامة سيطرته المطلقة على بطولة كأس السوبر للموسم الرابع على التوالي وذلك بعد أن فاز في المباراة الفاصلة على غريمه التقليدي الأهلي ب67 نقطة مقابل 63 في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس على صلة اتحاد السلة في أم الحصم وجاء فوز المنامة بعد وقت إضافي على إترى تعادل الفريقين في الوقت الأصلي ب57 نقطة وكان أفضل المسجلين في صفوف المنامة المحترف الأمريكي بريان وليامز بتسجيله 25 نقطة في حين كان لعب هشام سرحان أفضل المسجلين في صفوف الأهلي برصيد 20 نقطة وإلى كرة الطائرة تنطلق اليوم نفسات دوري الدرجة الأولى لكرة الطائرة بإقامة لقائين إذ سيجمع اللقاء الأول فريق الأهلي حمل اللقب في الموسمين الماضيين مع الوافد الجديد لدور الأضواء نادي بني جمرة عند الساعة السادسة مساء تليها مباشرة مباراة تجمع داريك ليب وفريق النبي صالح وذلك بصالة اتحاد الطائرة في مدينة عيسى الرياضية اشتركوا في القناة